طيب نبتدي بقى ما حضراتكم ونخش بقى على التقيل البارح كارلوس كيروش قالنا شوية تصريحات كده من الصنف اللي يتقال عليه اللوز اللوز الحقيقة البعض منها كان بعيد كل البعد عن المنطق لما يطلع ويقول اننا مش هدفي اننا افوز بأمم أفرقيا ولكن هدفي الاساسي هو الوصول إلى المونديال طيب النص التاني من الكلام ماشي كلنا عايزين لك توصل للمونديال بطبيعة الحال احنا عايزين منتخبنا لكن يعني ايه انا مش رايح عشان يعني ما معناه مش رايح نافس حتى بالنسبة لأمم أفرقيا يعني حضرتك واللجنة السلسية واللي اصبحت مؤخرا احادية هل انتم متفقين على كده متفقين ان انت كل اول شهر تاخد مبلغ وقدره عشان في الاخر تلعب يعني ماشيين هل الكلام ده يبدو منطقي لحضراتكم يعني ونروح كأس العالم بالمنطق ده مش هنعود لنا 48 ساعة على بعد وناخد بعدنا ونرجع يعني فالصيحات غريبة جدا الحقيقة ومش عارف هل دي عقلية مناسبة للإدارة يعني ان احنا نطلع نقول الكلمتين دول وعلى الملأ وقبل البطولة بكام يوم يعني احنا كده كأننا بنقول اللعيبة لا انتم هتروحوا أم أفريقيا كده تروشوا شوية احنا كده كده مش بنفس على اللقب فمش فارقة معانا كتير احنا اللي همنا الوصول لكاس العالم يعني لغير منطقي تماما هم تفهم معا جدا